أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يقع الكلام تحت عنوان توصيات أهل البيت عليه السلام قبل النوم هناك عدة توصيات في هذه الحلقة فقط سأختصر على بعض من هذه التوصيات الوصية الأولى الوضوء قبل النوم روي عن الإمام الصادق عليه السلام من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده أول توصية هي الوضوء قبل النوم التوصية الثانية عند إغلاق إضاءة مكان النوم أن تدعو بهذا الدعاء روي عن الإمام الصادق عليه السلام إذا انطفأ السراج فقل اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور توصية بسيطة ودعاء صغير جدا التوصية الثالثة وهي بسيطة الاستغفار قبل النوم روي عن الإمام الصادق عليه السلام من استغفر حين يأوي إلى فراشه ما أتمره تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر التوصية الرابعة وهي قراءة بعض الآيات روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة غفر الله له ذنبه وشفع في جيرانه وأيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كتب الله له عز وجل براء من الشرك وأيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وقي فتنة القبر هذه توصيات الأربعة وأما التوصية الأخيرة روي عن الإمام الصادق عليه السلام ألا أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا آوى إلى فراشه قالوا بلى قال يقرأ آية الكرسي ثم يدعو بهذا الدعاء بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة